تبص على الانترنت وتبص على الوسائل المختلفة الملصات المختلفة أو البرامج مثلا يوجه للإعلام أحيانا انتقاد انتو بتتعاملوا بس مع المهرجانات وانتو بتتعاملوا بس مع مشاكل ما بتمثلش المجتمع كله لكن المجتمع المصري مجتمع كبير جدا فئات مختلفة في أسماء كبيرة ومهمة مش بس على مستوى المصري المحلي لكن على مستوى المصري والإقليمي وكمان الدولي عد في أي مجال من المجالات هتلاقي الأسماء الكبيرة الأعلام دي موجودة وبيبقى اليوم اللي بيتم الإعلان فيه عن جوائز الدولة التقديرية أو التشجيعية أو جوائز النيل بتبقى يوم عشان نفتكر الأسماء الكبيرة دي ونفتكر أسماء هتبقى أسماء كبيرة بعد شوية في مجالات مختلفة مش بس لازم نعرف المشاهير زي ما كلنا نتكلم مع أستاذ داود عبد السيد أو بنتكلم عن الأستاذ إبراهيم عبد النجيد أو بنتكلم مع الفنان الكبير رشوانة لا بتبقى يعني في الحقيقة مليانة بأسماء كثيرة جدا جدا لكن مش كل يوم بقى بنعرف عن كواليس هذه المسابقات عن كواليس هذه الجوائز الدكتور مصفر فيه واحد من الأسماء اللي بترشح فأنا عايز أخذ منه معلومات النهاردة عن كواليس هذه الجوائز برحب بحرك معنا أولا أهلا وسهلا حظنا اليومين دول إحنا مبطلين سياسة خالص على فكرة ما هي كلها جايبة بعضها في الأخ بتنورنا دايما دكتور مصفر الله ينور عليك ممكن تقولي أهمية الجوائز دي بالنسبة لنا إحنا كمجتمع إيه؟ شوف أنا علاقت بالجوائز دي من تمانينات لما خدت جايزة الدولة التشجيعية ثم أخذت دايج جايزة الدولة التقديرية في 2003 وبعدين خدت جايزة النيل العليا من 12 سنة لأعلى الجوائز أي فأنا متابع لمصيرة هذه الجوائز والحقيقة أستطيع أن أقول أنها يعني بتتجه إلى الموضوعية والاعتدال بشدة وبتهذهب إلى مستحقيها كما لم يحدث من قبل لأن ما فيش ضغوط خارجية ما فيش مرشحين شخصيات رسمية أنا متذكر في سنة من السنين ترشح إبراهيم نافع في مقابل أستاذنا الدكتور رحمة فتح سرور ويعني ضجر الرئيس مبارك عليها رحمة الله من ذلك وطلب منهما الانسحاب فورا الاتنين وانسحبوا في آخر لحظة فكانت جائزة من نصيب شخص يعني لم يسع إليها ولكنه يستحقها وهيونال أبيب رزق عليها رحمة الله فأنا عايز أقول أن الجوائز لها تاريخ طويل معنا دخل فيها إبراهيم نافع ورحمة فتح سرور اتنين محسوبين على الدولة مليون في مية ولقد تمكنت أنا شخصيا من فترة رئاستي لمكتبتي الأسكندرية أن أنا أجعل المكتب أحد الجهات المرشحة ولم تكن موجودة من قبل مكتبة دولتي من الجهات اللي بترشح؟ مين الجهات اللي بترشح؟ شوف مجالس الجامعات كلها المصرية الرسمية الحكومية اتنين مؤسسات معينة جمعيات الجمعية التاريخية الجمعية الجغرافية هل هي كلها مؤسسات؟ ولا من الممكن يبقى فيه شخصيات عامة معينة بترشح؟ لا فيه شخصيات؟ لا ما فيش عادي شهر رشح هو بيرشح شخصية من المؤسسة نفسها المؤسسة هي اللي بترشح؟ اه 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 والاختيار بيتم ازاي؟ والنهار ده حتى كان فيه جدع العزيني نقابات ترشح لكن كان فيه رفض عام لهذا لأنه ما تخلي نقابات ترشح هتفتح باب بقى لا يغلق وصراعات ذات طبع شوية سياسي ويخبرك أنها مش جائزة أكاديمية فقط هي جائزة خدمة الدولة لأنها جائزة الدولة في جوائز أكاديمية للجماعات هو كان تم استبعاد النهاردة أخت وزيرة الثقافة صح؟ اه نهاردة دكتورة هي ناس عملت تصرف من التصرفات اللي يعني أعتقد أنه بيحترمها جدا ويحبها جدا رئيسنا وهي الموضوعية والاحترام جات قدامت بطلب لأختها وهي فنانة مرموخة على فكرة وقد طلع في مقدمة الفنانين قبل كده وعدت على ماريا كالس في اختبارات معينة بإيمان مصطفى حاجة مهمة جدا ولكن نظر الاحتمال أي شبهة أو ابتزاز للوزيرة سحب الترشيح أختها بناء على طلب أختها طبعا وقبل هذا بتصفيق حد في الجلسة وهي قالت أنا لا أسمح أبدا بأي حد من الأدنى من الشبهة يصبني بلا مبارد كان في بعض الأحيان بيبقى فين طبعا أنه الجوائز دي تعطى للمرضي عنهم أو عن اتجاهتهم بس أسماء زي الأسماء اللي احنا بسمعها منها دايما هي في خط دايما يحسب على يسار الحكم أو على يسار الدولة زي جاز التعبير مش بتوع الدولة أو اللي مش مع الدولة أو اللي مع ضد الدولة لا هي جائزة تذهب لمن يستحقها أيا كان توجهه السياسي أنا رحست كده دلوقت شكرا